موسيقى صباح الخير أسبوع داخلي حافل بالمحطات التي أبرزتها صحف بيروت بدءا اليوم باجتماع لجنة الاتصالات النيابية لبحث ملف الانترنت غير الشرعي مرورا بعد غد الأربعاء بجلسة انتخابي رئيس جديد للجمهورية وصولا إلى محدثات الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون الخميسة المقبل وهي ملفات عديدة سأتابعها مع ضيفي الأستاذ نوفل دو عدو الأمانة العامة لقوى 14 أدار صباح الخير أستاذ نوفل صباح نوفل أهلا وسهلا بك ينعاد عليك وعلى كل الإمميات ينعاد على كل الإمميات أنا كنت بدي بلش بهالمناسبة عيد الأم ولكن معنا على الهاتف عبر الهاتف دكتور عمار حوري وبدو يفوت على اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات لنطلع منه قبل دخوله على ما ستمحثبه اللجنة أو على ماذا ستركز اللجنة اليوم دكتور حوري صباح الخير صباح الخير مادام رولا صباح الخير للصديق أستاذ نوفل اشتقنا لك يا بكتور الله يخليك أستاذ نوفل صباح الخير للمشاهدين الكرام وينعاد على كل الأم بالخير وعلى لبنان وشعنيني مباركي وإن شاء الله أيام أعياد وأفراح على الجميع إن شاء الله دكتور حوري هل من جديد بموضوع ملف الإنترنت يعني كيف على شو رح تركز اليوم على شو رح يركز الاجتماع أولا اجتماع اليوم هو اجتماع الضرورة واجتماع يعني الذي لا بد منها القضية قضية خطيرة جدا انكشاف كامل تقني وأمني ومالي بمعنى آخر الجانب الأمني يعرض أمن البلد واتصالات البلد يعني كل أمور تقنية في البلد يعرضها إلى الكشف جانب مالي طبعا هناك تسريف لمدخيل الدولة تذهب إلى مكان آخر والأخطر من ذلك كله هو فقدان الدولة لهيبتها اليوم من خلال هذا الاجتماع سنستمع إلى الوزراء المختصين والقيادات الأمنية المختصة وممثلين الإدارات المختصة سنذهب في هذا الموضوع إلى الآخر بمعنى آخر هذا الموضوع خطير جدا وسيكون أخطر لو كانت هناك نية لدى البعض للفلفة هذا الموضوع هذا الموضوع لا يمكن أن نقبل بلفلفته لا يمكن أن نقبل بتسويفه الحقائق يجب أن تكون فارخة النقاط يجب أن توضع على الحروف وهكذا سنتوجه إلى هذه الجلسة اليوم نعم بموضوع آخر موضوع الاستحقاء الرئيسي هل ممكن هالأسبوع تحمل الجلسة لم تحمله الجلسات السابقة علما أن الأجواء أو الانتباعات أن البحث سيبدأ بإسم من خارج نادي الأقوية الأربعة دعيني مدام رولا يعني أركز على ثلاثة نقاط في هذا الأمر النقطة الأولى نحن سنستمر بالضغط باتجاه تأمين هذا النصاب بوصولا لانتخاب الرئيس الجمهورية النقطة الثانية نحن نعلم تماما أن هذا النصاب هو ليس نصابا عدديا فقط نعلم تماما أنه أيضا نصاب سياسي وهذا يعني يجب تأمينه ميثاقيا ويعني ضمن التركيبة اللبنانية الأمر الثالث نعم كما أكد الرئيس الحريري أكثر من مرة نعم هناك معطيات تجعلنا نكون أكثر تفاؤلا من المرحلة الماضية أنا لا أتحدث عن هذه الجلسة بالذات الجلسة القادمة يوم 23 ولكن أعتقد أننا أصلحنا أقرب من الماضي باتجاه انتخاب الرئيس الجمهورية نعم شكرا لك دكتور عمار حوري شكرا عضو كتلة المستقبل النيابية إذن عدة مواضيع سألت عنها لدكتور حوري سأرجع أنا لترتيب الحلقة ونأتي عليها تباعا إذن الحلقة سنستهل بعيد الأم من خلال كاريكاتور أمجد رسمي بجريد شر الأوسط تحت عنوان هدية الأم رسم رجل يربط نفسه بشريط هدايا وانحنى لتقبيل يد والدته يعني بيقولوا الدنيا أم بطبيعة الحال يمكن بنهار مثل هذا النهار ما في الإنسان إلا ما يوقف وقفي هيك ويفكر شوي صغيري بالوجود الإنساني أكتر ما بده يفكر بالقضايا هيك السطحية والمبسطة لإلى علاقة بالهدية والإلى علاقة بالتكريم وإلى ما هنالك الحقيقة جوهر الوجود هو أم وإم بالحياة الاجتماعية وإم حتى كمان إذا بدنا نروح على السياسة يعني المواطن اللي ما عنده دولة تكون أمه وتكون بيه كذلك الأمر بيكون مواطن يتيم متل ما تماما الإنسان اللي بيفقد أمه بيكون إنسان يتيم والثقافية اللي بتعطيها الأم ببيتها كذلك الأمر الدولي بتعطيها لولادها ويعني حلقة متكاملة عندما نفقد وحدة من هالروابط بين الحلقات بيصير عندنا مشكلة مثل اللي عم نعيشها اليوم عندنا مشكلة أخلاقية كتير كبيرة بالبلد لأنه بكل أسف في كتير إمات رب وجيل من السياسيين فاسد ورب وجيل من الناس اللي عم بتعطوا بالشأن السياسي كمان كارثة الكوارث وأنا بعتقد أنه هاضي يعني أماتهم بتحملوا مسؤولية كبيرة بالأمور يلي وصلنا لها اليوم بتربيتهم طبعا بتربيتهم وكما أنه الدولة يلي هي الأمة بتتحمل مسؤولية كبيرة بإيصال الأمور إلى ما وصلت لها اليوم أو بعدم محاسبتهم بطبيعة الحال جريت المستقبل اليوم تناولت ذكرة أو مناسبة عيد الأم بقصة الدولة الأم بكل ما للكلمة من معنى دولة مرجعية عادلة حاضنة حاضرة في السراء والدراء تتحمل المسؤولية بجرأة وكتب بس هوني ما عم تظلم الدولة استاذ نوفل أنه كمان ما بتعتبر أنه في ظروف اليوم عم تحكي عن اليوم تحديدا هي أقوى تجعل يعني تجعل الكل يستقوي على هذه الدولة برجع نقول كمان هوني هي إلى علاقة بمرجعية يعني الأم على رغم كل المشاكل اللي بيكون عنديها ممكن تمرق بظروف فقر وممكن تمرق بظروف إلي وممكن تمرق بظروف تعطير وممكن تمرق بظروف خلافات عائلية بقلب البيت بين الأم والبي وهون بتبين فعلا قدرة الأم وقوة الأم في الإمساك ببيتها وهون عم نعمل مقاربة مع الأم الدولي مع الأم الدولي أيضا أنه ما فينا اليوم يعني الحاجة إلى الأم هي نتيجة وجود صغرات الأم تعمل لتسكيرها وأقفالها يعني ما بدي أقول الحاجة إلى الأم تنتفي وقتل ما بيكون في مشاكل ولكن بدي أقول أنه الحاجة إلى الأم تصبح أكبر عندما تكون هناك المشاكل لأن الأم هي المديرة الصالحة لإدارة هذه المشاكل سواء كانت بالبيت بالمجتمع الصغير أو بالمجتمع الأكبر فيه كمان الأبناء فيه الصالحين وفيه غير الصالحين مرجع منقول كمان يعني مش منحمل كل المسئولية للأم ولكن الأم عندما لا تقوم بدورة بطبيعة الحال أنه حتى بالأولاد العطلين عندما الأم تقوم بدورة يصبح هذا العطل أقل وتصبح تأثيراته أقل بكتير يوم شو ممكن تعمل هذه الأم لتعود وتجمع الأمور يعني فضيحة ورا فضيحة سمعت قصة هلأ الاتصالات والتخابر غير الشرعي قصة النفايات يلي بفتكر أنه عود اليومين بكل المناطق روائح النفايات بعد ما تم تحريكها لنقلة لا تطاق يعني كل هذه الخضائع يعني خلصنا من النفايات هلأ بلشنا بالإنترنت عن جديد شو أصدت؟ مقصود أنه بيطوى ملف يفتح ملف؟ مش أنه يطوى ملف يفتح ملفه بس بس أنا برأيي هي الإنترنت هي نسخة طبق الأصل من موضوع النفايات وين أوجه الشبه؟ أوجه الشبه في عملية 13 عملة وفجرنا هذا الموضوع يعني فجرنا موضوع النفايات على قاعدة الرغبة في المشاركة خربطة خربطة الديل اللي كان معمول في محاولة لأنه نرجع نعمل إعادة توزياء للحصاص هلأت؟ أنا برأيي هيك وراجعي يعني عطول مين اللي عم بيفجر وكيفه برأيي من أجل ذلك فجأة هيك اكتشف هالموضوع مع أنه الأنترنت علون عشرات هلأ عم نجي نقول شغلي في مجموعة من الناس اكتشفت أنه في شغلي ربيحة فيها مصاري عم بتفوت على البلد عم بتفوت على الجياب الناس بالنهاية أنه لاش فلان مش أنا طيب علما أنه أنا بدي أسأل سؤال من 3-4 سنين لليوم هذا الموضوع ماشي وشغال طيب هذي المكانات اللي فاتت على البلد عن أي بور فاتت عن أي مطار فاتت عن أي حدود برية فاتت يعني شو بتقصد؟ أنا بقصد أنه وقت اللي الأم ما بتكون عينة على كل زوايا بيتها ما حدا يعرف من وين بتفوت الأمور نحن عم نصرخ والنادي من كذا وقت أنه في معابر سايبة في حزب الله فاتح خطوط على زوءه بفوت اللي بده يهيه على المطار وعلى البور بيظهر اللي بده يهيه منقول أنه في عملية فلتان بضبط الحدود اللبنانية من كذا وقت ما حدا بيرد على هالموضوع وبيغط عيونهم أنا بدي أسأل بكل يعني هذه المعادات التي دخلت إلى البلد بظل هذا الاستنفار الأمني الطويل عريض على مستوى حزب الله وعلى مستوى أركان الدولة والأجهزة الرسمية كمان طيب ما شفنا عمود علوه وستين سبعين متر مش عمود أعمدة طيب كلنا بنعرف أنه كل سنة عشرين ألف مشكل بيصير على تلال من صنين للزعرور كيف تكتشف أصلا هذا الموضوع طيب في دوريات فوق وفي ناس بتكون عم تتصيد وناس عم تعمل رياضة مشي وناس عم تعمل سكي بيواجهوا مسلحين أنه أنتوا شو عم تعملوا هون هايدي مناطق أمنية طيب أنه هادي الناس ما شافوا شي من هالموضوع كيف ليش يعني كيف اكتشف الموضوع ما بعرف كيف اكتشف الموضوع أنا برأيي أنا برأيي مش اكتشاف فيزيك يعني مش أنه اكتشفنا أنتان نعم لا اكتشفنا أنه هالأنتان عم بفوت مصاري وليش عم بيروح مصاري إلى هونيك ما عم بيشي مصاري إلى هون وفي عملية إدارة مالية للموضوع بالتالي بتاعتقد رح يتلفلف مثل كل المواضيع بيمشي مثل ما ميشي بسوكلين بالآخر وما بعرف شو بصير يعني عودنا على بدء أنا وانت فينا نفوت على البلد كيلو سكر إلا ما ندفع تفقه وندفع ضريبة ونمر على عشرين ألف ما بعرف وين وإذا المنفاس طلع أحمر ولا طلع أخضر وكيف بدو يرأبوا على البور وكيف بدو يطلع الناس اللي معترة مثل الشكل حكايتنا فيها تعمل شي مثل اللي عم بيصير أنا بسأل سؤال اليوم وقت اللي يعني موضوع إذا عن جد هل قد فيه انكشاف أمني مثل ما عم بيحكى إنه حزب الله هم كتف إداء ولا عم بيستغل هالموضوع تيلاقي حج إضافية لتكريس موضوع شبكة الاتصالات طبعه إنه شفته أنا كان معي حق بموضوع الاتصالات طبعي يعني وقت اللي قال الغاء شبكة اتصالاتي بتكشفني أمنيا قدام العدو الإسرائيلي يعمل سبع أيار إنه معقولي هادي كل هالشبكة اللي كاش في لبنان وحزب الله اليوم إنه رئيس لجنة الاتصالات النيابية بيعمل عن ترزمان وبيدعي لاجتماعات ما بعرف كلمة لشو نعم ولكن لا تعتقد هنا إنه الحزب يمكن كمان تفاجأ بهذه المسألة كونها بتمسه وعم نقرأ بالأسبوع الماضي تحضيرات وكلام عن إنه إسرائيل بدأ تستهدف الحزب وقد يكون هناك عدوان على لبنان واليوم بده يحكي الأمين العام بس إنه اليوم عمليا إذا حزب الله تفاجأ أنا بأكد لك إنه ما في شي بيمرق على بور بيروت أو على مطار بيروت أو على أي معبر إلا ما حزب الله معه الخبر ربما مش من هون يتمرأه من وين يتمرأه من مكان آخر من وين بالبراشيوت يا ستنا معلش هوده قصص ما كيف بدك تفوطي بضاعه على البلد كيف بتفوطي بضاعه على البلد أو من البر أو من البحر أو من الجو في احتمال تالت رابع ما فيه هوايا هون هلأ بموضوع النفايات نعم تمرأب ما انتهى إليه هذا الموضوع شو خليك تستنتج كمان خليني استنتج أنه يعني كان فيه محاولة لإعادة توزيع أموال النفايات على مجموعة من الفرقاء السياسيين بالبلد فشلت فعادت الأمور إلى نقطة صفر إذا بديك وفتشنا على موضوع تاني هو الإنترنت والأمح بكرة الأمح كمان بيليقوله طريقة يعني ليك عايشين بيجاو عايشين بيجاو من الفساد عايشين بيجاو من الهرطأ بالتعاطي السياسي عايشين بيجاو من التضليل بالبلد وين الإصلاح هون وين ملاحق وين دور المجتمع المدني الجمعيات يعني ليش هالأمور عم تمرق هيك بدون ولا يردد كأنه الشعب مخدر ويل لأمتين شعب مخدر ومحترق سلافه من التخدير كمان وشعب مضلل ومحترق سلافه من التضليل ومجتمع مدني فعلا تنقصه كتير من السقاف السياسي ومن الوعي السياسي تايعرف يدير الأمور أو تايعرف يشكل حالي ضغطة على اللعبة السياسية بالبلد نحن اليوم بكل أسف يعني الدام الدام كوه فعلا الدام ما أعرف شو بدي يسموه هجوج ومجوج قدام برج بابل سمي اللي بدك في حالة من التناقضات عم بتعبر عن حالة بالمجتمع السياسي اللبناني غريبة عجيبة من سنتين كنا عم نخوض معركة أنه ما منقبل ولا بأي شكل من الأشكال نحكي بأي موضوع أساسي قبل انتخاب رأي جمهورية بعد شوية ما منقبل نحكي بأي موضوع أساسي قبل أنون انتخابات بعد شوية ما منقبل نحكي بأي موضوع أساسي قبل البلديات بعد شوية ما بنحكي بأي موضوع أساسي قبل الزبالي يعني لايكي هالحالي من التخبط اللي عم بيعيشوها الناس نتيجة نتيجة بدي أقولها بشكل هيك بالعربي المشبرح طأم سياسي فاشل ما عنده شغلة غير إنه يلهي الناس كل ما فاشل بموضوع بموضوع آخر في محاولة إذا بدك هيك لا يحافظ على استمراريته على حساب دم الناس وعلى حساب صحة الناس أنا ما بحب بحكي هالكلام لكله شعارات واللي هايك بدغضغ إذا بدك يعني كلام شعبة وبيحكي إنه آه الناس معطرة والناس كذا بس فعلا اليوم وصلنا لمطرح إذا نتطلع بين هذه الطبقة السياسية بمجملة كيف عم تتعطى وبين فعلا المشاكل اللي عم بتعاني من الناس الله يعين الناس فعلا على هايك طبقة سياسية يعني بسمح لنفسي يقول يعني هي طبقة من النفايات السياسية يعني أين من خطرها خطر النفايات اللي عم نشوفها بالطرقات في أي حال لبنان سيزن نوفل هالأسبوع على موعد مع زيارات ديبلوماسية ومتابعة أيضا لملف علاقاته مع الدول الخليجية ولكن هذا الجو يلي عكسته يبدو أن الشارع المسيحي عم بعيش بعالم آخر حيث كل المقالات يلي اليوم اخترتها من الصحف أو لفتتني عم تحكي عن ثورة عودة إلى الشارع من قبل العونيين والقواتيين ضد سلاح حزب الله لا مش ضد سلاح حزب الله للمطالبة بانتخاب الممثل الأكثر الأكبر عند المسيحيين انتخاب العماد عون بن شلس المقال الشارع على مجلس النواب بدون ننزل لا على الشارع خلينا ناخد بريك ومنرجع من نبدأ بهالموضوع بعدين منقول للديبلوماسيات لحظات ونعود بموضوع الاستحاء الرئاسي اذا منبدأ القصم معك استاذ نوفال ملحم عماد بكاريكاتور لوقت تحت عنوان الاعلام العوني النصاب لا يكفي لانتخاب الرئيس رسم المواطن خلف متراس عم بيقول شو هالزمن التعييس متاريس ورا متاريس لنبقى بلى رئيس شو نطرين لحتى يكون في رئيس اولا موضوع رئيسة الجمهورية انا برأيي مشكلته شقين شق استراتيجي الو علاقة بالصراع الدائر في المنطقة وموقع لبنان في هذا الصراع نعم وشق تكتيكي له علاقة بإداء المسيحيين في التعاطي مع هذا الاستحقاق نعم وهو دي الشقين يعني ما فيكي تفصل تكتيكي عن استراتيجي إداء المسيحيين طبعا ما زالت يعني نظرة المسيحيين إلى رئيسة الجمهورية نعم نظرة المسيحيين إلى دور من خلال رئيسة الجمهورية اليوم في منطقة فعلاً عم يعاد رسم هويتها السياسية على مستوى الشرق الأوسط كله دول وجماعات وأنظمة وإلى ما هنالك إذا بنا نطلع لموضوع رئيسة الجمهورية في لبنان من هذه الزاوية بيعتاد أنه كل من يتعاطى في الشأن الرئاسي من اللاعبين الأساسيين على الساحة المسيحية عم بيغلط بالتعاطي يعني عم بيعمل مقاربة خاطئة لأنه عم بيروح على منطق إلو علاقة بلعبة أنه مين بيمثل أكتر من التاني وكيف بيمثل أكتر من التاني بدون ما عم نحكي أنه هذا الذي يمثل أكتر ولا أقل شو المشروع اللي حامله للمسيحيين وللبنان ليحطهم بقلب هذه المعادلة الجديدة اللي مرسومة عم سطر المنطقة البحث بهالفكرة ينطلق يمكن من كون أنه الرئاسات الأخرى هيك عم بتصير الأمور لها برجع من قول شغلي الرئاسات الأخرى ولا مش الرئاسات الأخرى نحن اليوم أمام استحقاق أساسي نعم مقاربة موضوع رئاسة الجمهورية مرتبطة بالنسبة للمسيحيين بدور المسيحيين السياسي بلبنان وعلى مستوى المنطقة فينا نحن هذا الموضوع متفقين علي ولا لا نعم ولكن كمان السؤال اليوم بده يوصل شخصي يعملهن اكتفق يعني ريدا ريدا معين بده يعمل لهم ريدا نفسي بسيكولوجي ولا بده يعمل لهم ريدا سياسي يخلي يكون لهم دور بكل هالتركيب اللي عم تركب اليوم بالمنطقة ماذا لو اعتبروا أنه دورهم ما بيجي غير من رئيس يمثله مثل ما هلأ عم بتعكس ما حدا عم بيقول الاتفاق الجديد بين القوات والعونيين سترولة ما حدا عم بيقول ما بدنا رئيسي يمثل بدنا رئيسي يمثل الناس ويحمل مشروع ليضع هؤلاء الناس اللي هن المسيحيين واللي هن اللبنانيين في صلب اللعبة السياسية يلي عم ترسم مصير المنطقة اليوم كيف تقنع أنا عم بيجي بيسأل سؤال اليوم كيف تقنع 80% من المسيحيين أول شيء أنا مني متطرق نوع حدا قبل كل شيء بدي اقتنع أنا شخصيا نعم أنا إذا اقتنع الكون كله سوا بشغلي أنا مش مقتنع فيه ما بيعنيني الموضوع نعم اتنين هذا لا يعني أنه أنا بدي أضرب عرض الحائط 80% من الناس أو 50% من الناس أو 40% من الناس ولا بدي يفوت بمين مين 40 ومين 50 ومين 60 أنا بدي أقول دور الأم اليوم مش هيك ما أوقات بتعمله كف صغير لأبنة تتقل له انتبه هادي شغلي غلط مش هيك دور الأم إذا عنده أربع أولاد اجتمعوا الأربع أولاد على شغلي غلط دور الأم تقل لهم برافو عليكم هادي الشغلي الغلط كاملوا فيها ولا دور الأم تقل لهم مين الأم هون بالساحة المسيحية الساحة المسيحية اليوم الأم هي منطق الدولة هي منطق الدولة مش هي لا منطق منطق الحزبيات ولا هي منطق التحالفات الصغيرة ولا هي منطق التكتكات ولا هي منطق البنتر خصمي السياسي على الكوع ولا هي منطق اللعبة الصغيرة نحن اليوم أمام لعبة وجودية أمام مشكلة وجودية اسمها دور المسيحيين في هذه المنطقة واسم دور لبنان بتركيبته التعددية في مواجهة كل ما يدور في هذه المنطقة عن أي دولة هون عم تحكي أنا عم بيحكي عن الدولة لأن الدولة اللي بيرأي مثلا العماد عون غير اللي بيرأي دكتور جعجة غير اللي بيرأيها غير اللي بيرأي الكتائب أنا بتمنى انطلاقا من هذا الواقع أنا عم بيحكي أنه علينا أن نتطلع إلى استراتيجية اللي هي مفهومنا للدولة مش إلى التكتيك اللي له علاقة ما بيعمل رأي جمهورية نرجع لموضوع آخر عطول بيحكي فيه معركتنا ليست معركة سلطة إنما معركة كيان إذا اليوم بدنا نخوض معركة كيان بدنا نروح نفهم الناس شو هي هذه المعركة وشو هو مفهومنا للكيان اللبناني في ظل ما يجري حوالينا إذا كانت معركتنا معركة سلطة منروح نبلش نخبر إنه بجيب 20% من هون و30% من هون و40% من هون بعمل فتوش سياسي وبرجع بشوف كيف بدي أعمل رأي جمهورية ما بتركب القصة بهالطريقة لأنه الفتوش السياسي مقابيل وتبولي من تاني مال وبهايد اللعبة ما منقدر نوصل للمطرح ولا منقدر نكسر الجدار ولا منقدر نطلع من المأزق اللي نحن عايشين فيه سواء نزلنا عالطريقة أو طلعنا من الطريقة وأنا بدي أرجع أقول شغلي وبتمنى على كل الناس يعني ياخدوا الموضوع اللي بدي أقوله بعقلانية وبعلمية مش بمنطق التحرطق السياسي اليوم عم نحكي أنه العونيين والقوات بمثلوا غالبية المجتمع المسيحي وهذا كلام صحيح نعم مش هيك بس هذا الشيء لا يكفي تنوصل على نتيجة لأنه هاودي زيتهم العونيين والقوات ب88 كانوا يمثلوا كل المسيحيين وطريقة التعاطي السيء مع الملف وصلوا أنه يختربوا المسيحيين من قبلهم يعني نعم من قبلهم هن عم بالليك التعاطي السيء مع من يمثل المسيحيين مع واقع سنة 88 بمعزل مين كان مسؤول ومين مش مسؤول كان فيه سنة 88 قطبان سياسيين هن بمثلوا الغالبية المسيحية طريقة إدارتهم للموضوع وصلت المسيحيين لاتخراب تعتقد أنه اليوم تاريخا بعيد دفسه بشكل آخر ما بدي أتمنى لحظة ولا بدي بأي لحظة من اللحظات فكر أنه أنا ممكن ترجع تنعاد تجربة سيئة لا سمح الله ولكن أنا بدي حذر وبدي أقول هذا الموضوع لا يكفي في غياب المشروع السياسي الواضح لا يكفي أن نكون ممثلين للناس على الورقة والألم على الإحصاءات المشروع السياسي هو الورقة اللي اتفقوا عليها وبلودها ألاته تخاطب هواجس المسيحيين أبدا أبدا بالعكس ما أقدر فيها دكتور جعجع يعني ورقة شو؟ نوايا اليوم جبران باسيل عم بيقول أنه حزب الله ليس أرهابي وهو مقاومي دكتور جعجع موافع على هالموضوع؟ الورقة النوايا العشرة بتنص هيك؟ لا ما بتنص هيك بس هذا موضوع كمان عكتر من أنه فإذا شو عملنا؟ في موضوع أساسي في وقعية سياسية بمحل معاني الواقعية السياسية بتقطد نقول للي معك سرطان معك سرطان هذه الواقعية السياسية الواقعية السياسية مش هروب من الحقيقة مش هروب من الحقيقة العماد عون يعني بهالطريقة بدك يتلعب من حلفائه؟ أنا ما بدي يعمل شيء أنا بدي عالج المشكلة اللي عيشها بالبلد اليوم المشكلة اللي عايشينا بالبلد اليوم اسمها في لا دولة وعلينا أن ننتقل إلى الدولة قناعة الشخصية المسيحيين ما عندهم حياة سياسية في لبنان وفي أي منطقة إلا في ظل الدولة وفي ظل دولة كاملة المواصفات مش منتقصة المواصفات تالما أشرت لكلام الوزير جبران بسيل هو قاله لقالين فرح بالنهار بنفس الكلام بيقول نريد التسليم بإرادة الشعب وعون هو الأكثر تمثيلا ويعتبر أن هناك استهدافا ممنهجا يضرب التوازن الوطني هذا المنطق يبدو أنه في كتير من المسيحيين مقتنعين تبوى المشكلة بالنفوس واقتنعوا المسيحيين بعونك جاي من الله سنة التسعة وثمانين وصلنا ووصلوا نعونك جاي من الله لجهنة بس يبدو أنه ما تعلموا الدرس أنا برجع بقول إذا في حدا ما تعلم الدرس أنا مش مضطر أمشي معه واليوم لا حسابات أقليات ولا حسابات أكتريات باللعبة حساب مشروع سياسي حساب يجي يفسر لي العماد عون بمثل مظبوط وكان يمثل وقعد بأسر بعبده وطلع الناس وسميه أسر الشعب واللي بدي كه بس بالنتيجة السياسية وصلنا لاتفاق الطائف لأشرط المسيحيين صلاحياتهم مش هيك؟ اليوم أنا أعترف وأقر بأنه أكترية المسيحيين وأكترية المزاج المسيحي هي عند القوات اللبنانية والعونيين السؤال هذه الأكترية هالرسمال اللي عندي إياه وين بدي أصرفه؟ بصرفه بالكازينو وبفوتبال حيط وبفلس أو بروح بصرفه بمشروع استثماري ببني علاه وبأول المسيحيين والمصاري اللي عندي إياها وطالما نحنا بأسبوع ألام وطالما نحنا بمنطق مسيحي عم نحكي فيه اليوم هالوزن اللي ربنا أعطاني إياها بزيد الوزنات عشرات المرات وبيجي يوم الحساب وبقدم الوزنات اللي جايبها السؤال أنا اليوم هذا التمثيل اللي عندي إياه كيف عم بستغله وكيف عم بجيره وكيف عم بستثمره وكيف عم بديره برأيك هالشي بتمبي يمكن الاتفاق على شخص قد يعني يكون نقطة تلاقيبات جميع اتفاق على مشروع شو بدنا على شخص يحمل مشروع بس ما شفنا مشريح حدا التيار والقوات بحسب جريدة الأخبار عم بيدرسوا خيار النزول إلى الشارع للضغط باتجاه انتخاب العماد عون رئيس لكن قرار الشارع لم يتخذ بعدها لأ كل السؤال إذا بينزلوا قبل 23 ولا بعد 23 أذار وكأن الأمر محسوم سؤالنا بس كنا عم نقول بالنسبة للنزول إلى الشارع بس كنا عم نقول ننزل على الشارع تنقول لحزب الله لا لسلاحك كانوا يقولولنا إذا مننزل على الشارع الشارع مقابل شارع ومنوصل على مشكل بالبلد هلأ أنه يبطل الشارع مقابل شارع يوصل على مشكل بالبلد لا لأنه مش هني نزلون على الشارع مش بوجه شريك ليش بدو ينزل على الشارع ينزل على مجلس نواب مش أسهلهم طبعا طبعا يمكنه بيعرف أنه إذا مع تجميع الأصوات الأمور منها لمصلحة شو نعمل يعني بدنا نعمل إنقلاب شو بدو الإعماد عم بدو يعمل إنقلاب بالبلد يعني طبعا فؤاد أبو زاد بقول تفاهمهم بدأ يخلق بالوجدان المسيحي شعور بالقوة والاعتزاز والقبول شبه الكامل بتفاهم الحزبين الكبيرين على خيار المسيحيين شو يعني؟ بقول أنه انتخابات الرابطة المارونية هي الاختبار الأول بمعمودية التحالف بين حزبها القوات والتيار أكتر مرة كان فيها نسبة مشاركين هي مبارح يعني في اللي ترشح لنايب الرئيس من خارج التحالف جاب 40-45% من الأصوات يعني؟ يعني هو الموضوع أولاً الرابطة المارونية مش هي نموذج يعني بالنهاية لأنه الانتسابات لألا بتصير بطرق غريبة عجيبة مش هونة بس برجع بقول لك شغلي ما بدنا نفوت بلعبة الأرقام يا ستنا لعبة الأرقام اليوم يعني أنا أقريت سلفاً بأنه هالمجموعتين بمثل أكترية عند المسيحيين ألا بفوت بالأرقام هذا بيقلك 60 وهذا بيقلك 80 وهذا بيقلك 90 يعني كمان أنا ما بيهني علي ولا بلحظة اللحظات تصيروا المسيحيين حزب البعث بسوريا ولا حزب البعث بالعراق اللي بمثلوا 99.99% يعني هذا شيء ما بيشرف المسيحيين بشيء ولا بيشرف الأحزاب اللي عم تدعي بهالموضوع بشيء هذه الأحزاب عم بتحارب نظام بشار الأسد وعم بتحارب نموذج نظام صدام حسين مش تتجي تفرض علينا أو تتجي تطرح حالة بطريقة مماثلة إلى 99.99% هلأ الانتخابات البلدية ما حق بهالمنطق يعني ابتسام جديد بالديار تقول أنه هذا الاستحاءاء أبروبة أولية تسبق الاستحاءات الأخرى وتظهر مدى التزام العونيين والقواتين بتفاهم معراب أنا بدك رأيي يعني الانتخابات البلدية هي تقزيم لطموح المسيحيين يعني اليوم كنا من سنتين عم نخبر الناس أنه ما منقبل نعمل شيء قبل الانتخاب الرئيس بعد شوي رحنا نعمل تسوية مع الرئيس الحريري أنه آه مننزل على الجلسة بس هاي دي آخر جلسة بنحضرها وإلا ما منعود نعمل أي نشاط سياسي بالبلد قبل ما نعمل أنه الانتخابات مش هيك هلأ اليوم صرنا عم نخبر الناس أنه البلديات هي هي المحل المنمارس في الديمقراطية لا يا عيوني مش هيدا المحل المنمارس في الديمقراطية وبس هاي دا آخر محل من مارس في الديمقراطية آخر محل بسلم التراتبيات أو طمحل المشكلة اللي عم نعيشها اليوم إذا عملنا انتخابات بلدية انتخابات بلدية ببلد حكمه حزب الله لشو انتخابات بلدية ببلد البلدية فيه ما فيه يتمون على موضوع الزبالي انتخابات بلدية ببلد البلديات فيها بتتاخذ مصرياتهم بدون إذنهم طي يصرفون على هذه الطريقة وهذه الطريقة انتخابات بلدية ببلد البلدية إذا بتقرر تعالج مشكلة نفاياتها بطريقتها وزارة الداخلية بتمنعها وزارة البيئة بتمنعها والحكومة بتمنعها لأنه فيه كومبلو عم بيصير مؤامرة عم بتصير على مستوى إدارة النفايات وإدارة الشأن المحلي بالبلد لهالسبب هون عم بيجي بقليك ما نحط المسيحيين بمطرح فعلا نقزم دورهم هالقد اليوم المسيحيين يصير كل طبوحهم يعني يعملون إنه اليوم هلأ الهين الناس كلها سوا بشو بهات ضيعة إذا مين بدو يربح ومين بدو يخسر بالبلدية وربحوا وخسروا وبعدين شو رح يأثر على موضوع سوكلين بالعودة شو رح يأثر على موضوع شو رح يأثر على موضوع الخبز والطحين إذا كان فعلا مصرطن ولا مش مصرطين شو رح يأثر على موضوع الإنترنت إذا كانت مصاري الدولة عم تنسرق ولا مش عم تنسرق كيف حدا يخبرني اليوم ليش بدي حول أنظار العالم والرأي العام من مشكلة أساسية اسم سلاح حزب الله وسيطرته على البلد اسم موضوع السيادي اسم موضوع الكيان فإذا ما بيجي بخبر العالم اليوم إنه هذا عظيم أنا برجع بالليك مني ضد إنه العونيين والقوات يتفاهموا بس حدا فيه خبرني بالبلديات عشو متفاهمين شو هو المشروع الاقتصادي المشترك بيناتهم شو هو المشروع التنمى والمشترك بيناتهم طيب أنا قبل ما أعلن تحالف ما بعلن برنامج ويقوله على أساسه تحالفت هلأ كل الكلام البلديات بدنوا يكتسحوا على العونيين والقوات ساحتين عقلبهم ما عندي مشكلة مع حدا من اتنين أو على الأقل ما عندي مشكلة مع القوات عندي مشكلة كبيرة مع العونيين السؤال اللي عم بسألوا لحالي أنا اليوم طيب هذا المشروع اللي على أساسه بدن يتحالفوا ببلدية جوني أو ببلدية الكحالي أو ببلدية جديدة أو ببلدية جبال أو ببلدية البترون أو ببلدية بشري أو ببلدية صغرطة مطرح اللي بديك طيب فرجوني النظرة المشتركة المشتركة للهوية الاقتصادية تبع جوني والهوية التنموية تبع بشري والهوية الخدماتية تبع حدا يفسر لي هذه الصورة وينية تروح أنا مش بس قلهم والله يعطيكم ألف عافية روح نساعدهم باللي عم يعملون يمكن بكلمك منقدر نفهم يلي أوردته رئيسية النهار اليوم عن مشاعر انزعاج تسود أوساط سياسية كثيرة من هذا التحالف نظرا إلى ما سيراتمه ما تغلطي على الأقل على الأقل مش أنا المزعوج مش أنت بس منقدر نفهم كمان عم ينحكى أنه فيه انزعاج مسيحي من هذا الأمر اللي بينزعج عنده مشكلة سلطة عنده مشكلة تقاصم سلطة مع الكتائب عملك عنده مشكلة عنده مشكلة تقاصم سلطة مع الكتائب والأحرار والكتلي والعونية والقوات واللي بديكيهون أنه أوكي فيه مشاكل ومستقلين وخبريات أنا مش هون عم بطرح أنا عم بطرح مشكلة وجودية أنا عم بطرح موضوع السياسي بجوهر العمل السياسي بالبلد جايين فيتين على انتخابات حدا يخبرني على أي مشروع مشترك عم تحالف إذا كنا عم نتحالف نرجع على ذات الموضوع إذا كنا عم نتحالف على تقاصم السلطة نحن عم نجر المجتمع على مشكلة كبيرة عم نجر المجتمع على مشكلة كبيرة بالنسبة للرئاسة بتعتقد في حدا اليوم هلأ بدنا رئيس للجمهورية صار سنتين للشكور الرئاسة في حدا ممكن يكون هذا الفرسان يلي من الفرسان يلي بيقدروا ينقذوا الدولة ويراجعوا الأمور لنصابها مشكلة المسيحيين ما لنا مشكلة أحدية ولنا مشكلة شخصية مشكلة المسيحيين اليوم هي مشكلة لها علاقة بالثقافة السياسية والثقافة السياسية ما بيبنية شخص ما بيعملها شخص هذا مفهوم يعني المسيحيين اليوم يواجهون أزمة مفهوم الكيان في لبنان مفهوم الدور مفهوم الكيان ومفهوم الدور هذي مؤسسات بتنتجوه هذي بدك تفليسي تفليسي السياسي والتركيز على موضوع السلطة طبعا أم كمان غبن شعروا فيه كل هالسلين من 92 لليوم كل شغلي 92 لليوم غبن شعروا فيه أكيد بس كان فيه مؤسسات عم تنتج فكر سياسي بهالوقت لدور المسيحيين يعني كان فيه خلية مثل خلية الكاسليك عيام شرب الأسيس والأبات النعمان وإلى ما هنالك عيام فؤاد فرام البستاني وشارل مالك عم تنتج تصور للمسيحيين كيف والله لازم يعيشوا بهذا البلد اليوم فيه حدا يخبرني هذه الخلية وين موجودة هل هي موجودة بالكاسليك هل هي موجودة ببكركي هل هي موجودة بمعراب هل هي موجودة بصغرتها ببنشعي هل هي موجودة بالرابي أكيد لا مش بالرابي يعني ممكن يكون فيه كل محلات ممكن تكون فيه خلية صغيرة تجتمع مع بعضها لحتى نشوف كيف هالمسيحيين يلي عم بيواجهوا الأزمات اللي عم بيواجهوها بلبنان والأزمات اللي عم بيواجهوها على مستوى المنطقة كيف هن بدون يرسموا دور طيب يا عم اليوم كنا معهم ولا كنا ضدهم في كتير من المسيحيين اليوم بالانكونسيان طبعهم عم بفكروا انه يخي طالما هالأكراد مشيت معهم الفيدرالية بركنا احنا بنعمل هيك طيب فيه حدا يخبرني وينوه هالزعيم المسيحي اليوم عم بيشتغل للمسيحيين على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي والمستوى المحلي والمستوى التنظيمي لا يلاقي الفرصة المناسبة لانه يقدر يفوت المسيحيين بتركيبة مشروع سياسي تحفظ وجودهم وتحفظ استقلاليتهم وتحفظ دورهم انا هذا السؤال عم بسأله اليوم وين هو المشروع المسيحي مش وين هو الزعيم المسيحي فيه زعمة قد ما بدك عند المسيحيين اعاني من مشكلة أساسية غياب المشروع هي غياب المشروع استراتيجي على المستوى الوطني الشامل وغياب المشروع التكتيكي التفصيلي على المستوى التنموي والوجود اللي إله علاقة بالحياة اليومية للناس يلي مفترض إنه نحافظ عليها بالحد الأدنى لبس نوصل لوقت للحظة سياسية معينة يمكن إنه نقطف فيها بالسياسة يكون بعد فيه ناس عم تستفيد ما يكون كل العالم صارت يا أما بال بالمنفى يا أما بالهجرة يا أما باليأس السياسي اللي مش طالع منها أي إمكانية لأنه تتحرك بس هيك السؤال الأخير قبل ما نختم هيدا القسم المتعلق بالرئاسي اليوم علي الأمين بالبلد كتب عن أنه حزب الله سيخسر فرنجية وعون ويشير إلى أنه وفق صفا أبلغ الوزير جبران بسيل استحالت أن يؤمن الجنرال عون فرص وصوله لسدة الرئاسي ولفت خلال الأسبوع الماضي أنه في قناعة جديدة بدأت تطرح داخل بيت 8 أدار خلاصتها أنه هلأ السعودية موافقة على سليمان فرنجية للرئاسي من يضمن أنه بالمستقبل القريب قد تبقى ثابتة على موقفها يعني بتروح الفرصة من 8 أدار وهو ما عبرت عنه أوسط رئيس نبي بره بشكل مباشر عندك تعليق على هالنقطة؟ هذا الكلام اللي قاله الرئيس بره بيسبت كل نظريتي بالرئيس بره من زمان أنه الرئيس بره هو صنع سياسات وخادم مصالح 8 أدار وليس خادم مصالح الشعب اللبناني وبالتالي عندما كنت أقول لقيادات 14 أدار ما ترهنوا على الرئيس بره لأنه الرئيس بره مش صحيح أنه بخلفيته السياسي يسعى إلى مصلحة لبنان أكبر دليل اليوم أنه الرئيس بره أنه نتبهه خلينا نزمط برئيس 8 أدار قبل ما تروح الفرصة بوقت أنه وقت اللي بتجي الفرصة على رئيس تسوي ممكن يكون على على تقاطع بين جميع اللبنانيين الرئيس بره عم بيقوله انتبهه يعني بدلا ما يقولهن والله لا برافو قرب التفاهم السعودي الإيراني بكرة منوصل على تسوي طرد كل اللبنانيين عم بيروح يقول لـ 8 أدار تعطى نزمط بتهريبي اليوم اسمه اسلامين الفرنجي لأنه يمكن بكرة ما نقدر نحصل عليها بس بحسب الديار حزب الله ما بيشوف شي تغير وبعده منه الآن وبعده متمسك بالعماد يعني حتى الرئيس بره ما قدر يأنعه خلينا ناخد بريك بعد مباشرة باية المواضيع وهي كثيرة وكثيرة جدا لحظات ونعود بالوقت القليل المتباقى استاذ نوفا السريع عن قصة العلاقات بين لبنان والدول الخليجية رئيس سلام اعترف مثل ما قالت جريدت اللواء اليوم أنه صار في خطأ أو تأثير قديا لحصول تشنج بالعلاقات بين لبنان وأشقاء والخليجيين وبمؤدمن السعودية وتمنى أن تصفر الاتصالات الجارية إقليميا ودوليا عن تزليل الهواجس والعقبات تسوى هذه المسألة؟ أنا برأيي وليش تكتق صدر العرب والخليجيين؟ لحلك ليش لأنه اليوم المعركة اللي عم نخوضها اليوم بلبنان جزء منها هي موقع لبنان موقع لبنان بالتعاطي مع الشرعيتين العربية والدولية في نظرتين لهالموضوع في لبنان الذي هو جزء من الشرعية العربية وجزء من الشرعية الدولية وبالتالي شرعيته المحلية تكتسب من هالشرعيتين هاودي أو بتكملها هالشرعيتين هاودي وفي معركة داخلية عم نخوضها بالبلد أنه بدنا نغير هوية لبنان يعني بدنا نغير وجه لبنان يلي هو ليس جزءاً لا من هذه الشرعية العربية ولا جزءاً من هذه الشرعية الدولية وبالتالي هو جزء من محور المقاومة والمعركة اليوم اللي دايرة هي معركة هوية سياسية للبلد تشبه تماما أنا بشبهها يعني خايف تصير مع الوقت تشبه معركة الهوية بأبرص بين الأتراك اللي بيعتبروا مرجعيتهم تركية والأبارصة اليونانية اللي بيعتبروا مرجعيتهم اليونان نحن اليوم إلى حد ما وضعنا يشبه بين أكترية شيعية في البلد تعتبر أنه هي امتداد للسياسة الإيرانية بالمنطقة أو بين اللبنانيين الآخرين اللي بيعتبروا أنه هن جزء من المجموعة العربية بس لماذا القرار بحق أو يعني هو على كل اللبنانيين بدون تمييز وأستثناء وحتى على كل الطواقف لا مش صحيح يعني كان كلام سياسي ما بيخشى ألا يخشى أنه يروح المنيح بجريرة المعصود بها القرارة يعني عطول في ضحايا بالحروب في ضحايا بس اليوم واضح أنه هن حطوا لائحة بدول عربية العلاقة بحزب الله المنتمين له والداعمين له ماليا والمؤيدين له سياسيا ما في أنا إيجي أقول لدولة والله لا غسبا عنك بدك تقبلي بهذه السياسة وأنا وقت اللي عم بسبلهم السياستهم صبحوا ظهروا عشية بنفس الوقت بموضوع التدابير اللي اتخذت في حق لبنان مش حق اللبنانيين المقيمين هونيك بتقلي لي كل اللبنانيين عم يدفعوا الثمن بقليك إيه كل اللبنانيين عم يدفعوا الثمن مثل ما كل اللبنانيين استفادوا بمرحلة من المراحل وبالتالي ما فيك أنت تجي متاخدي خيار يعني في مطرح من المطارح خيارك له علاقة بالسياسة اللي أنت بديك تخديها وبدك أنت تدفعي ثمن يعني مثل ما أنه خيار صحيح ممكن يخليك تستفيدي خيار سيء ممكن يخليك تدفعي ثمن عنوان جديد كمان بلش يتقدم قصة العدوان الإسرائيلي على لبنان لماذا يطل نصر الله اليوم سأل إبراهيم الأمين بالأخبار ليقول أن الحزب يقول صراحة أنه لا يريد الحرب الآن ولكن يجد نفسه السيد نصر الله ملزم بإفهم العدو بأن أي مغامرة جديدة سيقابلها رد حتمي يعني اليوم كل الإطلال من أجل القول أن حزب الله بده يريد على أي عدوان إسرائيلي هل علينا أن نخشى عدوانا إسرائيليا في المرحلة المقبلة؟ كمان تنكون صراحين باللصة أنا أخشى ما أخشى أن نعطي إسرائيل كل مرة الزريعة اللي هي عم بتفتش عليها يعني كلما نقع بورطة بشي مطرح منروح مفجرة بمواجهة مع إسرائيل تنغطي على المشكلة اللي نحن إسرائيل بده يمكن تنتهز هذه الفرصة قبل لك أنه اليوم طيب يعني أنه شو العمل؟ العمل؟ الله يسترنا من لو كنت أعلم هلأ جايل من العام للأمم المتحدة بان كيمون بحسب الحياة الرئيس بري يقول اتفقنا وسلامة على مطالبته بتحديد الأمم المتحدة حدودنا البحرية ليش بحرية بس؟ ما الأمم المتحدة في عندها 1701 يلي بيرسم كل الحدود بدون استثناء طيب ما هون الشطارة والتزاكي عند اللبنانيين بدل ما يستفيدوا من وجود الأمم المتحدة لترسيم كل الحدود ونحل مشكلتنا مع سوريا ومع الإرهاب ونستعين بالقوات الدولية تنشرها على حقول النفط وعلى حقول الغاز وعلى حقول الأمح وعلى حقول التدريب اللي موجودة على حدود الشرقية والشمالية للبنان نحن اليوم رايحين نقسم أدوار الأمم المتحدة ونعمل كوفي أنان بن كيمون نعمل وموظف عنا بمجلس النواب ونعطي صلاحية سهيل بوجي بمجلس المزارة لا مش هيك بصير لأن المشكلة اليوم المطروحة هي بقصة مع النزاع الحدودي مع إسرائيل المشكلة المطروحة هي كمان بالحدود بين لبنان وسوريا والمشكلة المطروحة هي بالإرهاب والمشكلة المطروحة هي بالقرار 1559 يلي كمان الأمم المتحدة مسؤولة عنه والمشكلة المطروحة أنه جاي أمين عام الأمم المتحدة على لبنان بيوم انتخابات لرئيس جمهورية ما راح تصير لـ 1559 بنص على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية في لبنان وعدم تعطيل الانتخابات يعني ممكن تستثمر هذه الزيارة أنا هون كمان بدعي 14 أدار في 14 أدار على الأقل هني بيقولوا هلأ شو بدك بالـ 14 أدار اللي عايشينا هني بذاتهم بس على الأقل هالأحزاب كلها سواء اللي بتدعي أنه هي 14 أدار عم بيعملوا معارك قتالية بأنه من 14 أدار أكتر من التاني طيب هلأ جايين نحن اليوم جاي أمين عام أمم المتحدة بالزمان وقت اللي كان فيه فريق بلبنان عم بيمنع مجلس النواب يجتمع ليقر المحكمة الدولية يعملنا عريضة مضيوة أكترية النواب بيقولوا والله نحن بدنا ننتخب رئيس جمهورية طيب ها 73 ناية بنزلوا على مجلس النواب بآخر جلسة يشرفوا يعملوا عريضة ويطلبوا لقاء مع بنكيمون ويقلولوا يا ساعة الأمين العام فيه أكترية النواب اللبنانيين بدلوا انتخاب رئيس جمهورية وفيه أقلية عم بتعطل الانتخاب مثل ما تماما كانت سوريا عم بتعطل الانتخاب الشرعي والدستوري وعم بتمدد على أيام إيميل الحود وطلعت وقرار اسمه 1559 لا يزال ساري المفعول وحضرتك يا ساعة لا 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 يزال ساري المفعول وانت يا حضرة الأمين العام حاطت ديبلوماسي شغلته كل ستة شهر يعمل لك تأهير وين صار تنفيز 1559 نحن منقلك اليوم أنه 1559 الشق المتعلق بسلاح الميليشيات بعده ما نفذ وهذه الميليشيات عم بتعطل انتخاب رئيس جمهورية بالبلد وهو دي أكترية النواب بدلوا انتخابوا رئيس شرف عمول معروف خليس يسير في تحرك دولي بهالموضوع وحيش بقى يخبروني جماعة 14 أدار وغير جماعة 14 أدار أنه والله في موضوع مساقي وفي نصاب مساقي ونصاب عدد النصاب لو تفقوا المسيحيين استاذنا وفل كلهم مش بس القوات والعونية كنت بتعتقد أنه شركائهم بقدروا يرفضوا اتفاقهم يعني اتفقوا العونيين والقوات تلعم قبيلهم المسيحيين المستقلين ما نحن منقول الشغلي وضده مش هيك ساعة منقول أنه في نصاب مساقي شو المساقي يعني كل الناس بدأ تكون راضي وما حدا رافض ساعة منقول نحن أكترية طاعة نحطك باش يا شباب إذا طاعة نحطك باش يا شباب ما رح يمشي الحال لأنه تنحكيها بالعربي المشبرح هذا قعد سمير جعجع وميشيل عون قالوا نحن أكترية مسيحية متل ما في أكترية شيعية ايجا ساعة الحريري قعد ببيت الوسط وفتح التليفون مع فيصل كرامي وفتح التليفون مع عبد الرحيم امراد وحكي مع العالم وقال لهم طيب يا خي إذا الشيعة هيك والمسيحيين هيك السنة هيك كمان شو بيكون وصلنا؟ لوين وصلنا؟ وصلنا لزوايا طائفية ومذهبية عم تتواجه من بعد ما كنا من سنة 2005 إلى اليوم عايشين بنعمة اسمه شراكة مسيحية إسلامية على مشروع سياسي واحد رجعنا على مجموعة خنادق مقلع عازي وعم توصل البلد لمزيد من الخراب والإنهارات ساذ نوفل دو يعني ياريت الوقت أطول لأنه كان بعتي كتير إشي بحب إسمعها رأيك فيها بدأ أشكرك شكرا بس في كتير ناس كمان ما بحبوا يسمعوا هذا جزيلا لا حضورك معنا اليوم شكرا للمشاهدين وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة